اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم مع معالي السيد دون برامو دويناي وزير خارجية مملكة تايلند الصديقة والذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين وخلال الاجتماع عرب معالي وزير الخارجية عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتنامية بين مملكة البحرين ومملكة تايلند اشهد معالي وزير الخارجية بالدعم المتبادل بين البلدين الصديقين في مختلف مجالات التعاون الثنائي وفي القضايا الاقليمية وتولية ذات الاهتمام المشترك مؤكدا حرص البحرين على تعزيز اطر التعاون والتنسيق مع تايلند نحو اثاق اوسع بما يلب طموحات والمصالح المشتركة من جانبه اعرب معالي وزير خارجية مملكة تايلند عن سعادته بزيارة البحرين والاجتماع مع معالي وزير الخارجية مؤكدا اهتمام تايلند بالارتقاء بالعلاقات الوثيقة مع البحرين على كافة الاصعدة بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار وفي سياق متصل عقد الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند حيث اكد معالي وزير الخارجية عمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ اكثر من اربعين عاما وحرص مملكة البحرين على بناء وتوطيد هذه العلاقات التاريخية المتميزة حتى يستفيد الجانبان من التعاون الاوثقي بينهما وشدد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة على دور الزيارات الرسمية الناجحة بين البلدين الصديقين في تعزيز العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند مستذكرا معاليه زيارة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوسراء الموقر الى مملكة تايلند لحضور القمة الثانية لحوار التعاون الاسيوي المنعقدة في بانكوك في اكتوبر لعام 2016 والزيارة الرسمية لمحالي الجنرال برايوتشان اوتشا رئيس وسراء مملكة تايلند الى البحرين خلال شهر ابريل لعام 2017 وأكد معالي وزير الخارجية على اهمية اجتماع الاجنة المشتركة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند في تطوير العلاقات الثنائية في شات المجالات ومنها التجارة والاستثمار والطاقة والامن الغذائي والصحة العامة والخدمات الطبية والسياحة والثقافة والزراعة والتعليم والعمل والتدريب المهني والبيئة والمعلومات والامن الانساني وغيرها مشيرا معالي الى اهمية الاتفاقيات الموقعة ومذكرات التفاهم بشأن التعاون في مختلف المشالات في الوصول بهذا التعاون الى كامل امكاناته وخلال الاجتماع اعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتقدم للعلاقات بين مملكة البحرين ومملكة تايلند واشادا بالدعم المتبادل في كافة المجالات ومسندة بعضهم البعض في جميع المحافل الدولية واكد الجانبان ضرورة تعزيز متابعة ما تحقق من اتفاقات بين البلدين الصديقين واليات تفعيلها وتنفيذها من اجل مواصلة تنمية علاقات التعاون في كل المجالات وقرر الجانبان عقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة في مملكة تايلند الصديقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر